وحنبدأ بسوسكا لأنه سهير البابلي ما كانتش مجرد كوميديانة الفن المصري وتاريخ الفن المصري مليء بالكوميديانات رغم أنهم قليلات الحقيقة اللي أثروا في تاريخ الفن قليلات سهير البابلي كانت لها بصمة مختلفة كانت ملكة متوجة على المسرح مسرح سهير البابلي كان مصرح ذو قيمة كان مصرح مش بس للضحك رغم أن الضحك ممكن يكون هدف حد ذاته وهو هدف مهم ومشروع ولكن كان هدفا بمعاني كثيرة بمعاني ذات قيمة في مدرسة المشاغبين كان معنا على الرصيف كان معنا العلمة باشا كان معنا يعني كل مصرحيات سهير البابلي وهي كثيرة كانت الحقيقة ذات معنى ذات مغزى ذات قيمة ده غير إنها بس هي تطل كده كانت دنيا كلها بتضحك سهير البابلي اللي بدأت حياتها في يوم من عمري مع عبد الحليم حافظ فنانة صغيرة ويعني استمرت في السينما ثم كان المصرح بصولاته وجولاته تركت بصمة عظيمة نتذكرها بابتسامة نتذكرها بضحك نتذكرها بسعادة على قدر السعادة التي تركتها لنا